لم تعد تداعيات الحرب في غزة تقف عند أعداد القتلى والجرحة أو النزوح والدمار بل وصلت إلى انتشار الأوبئة نتيجة ظروف الحرب القاتلة وتدمير البنى التحتية بما فيها الصرف الصحي فقد أعلنت بلدية غزة أن بركة الشيخ رضوان تهدد بكارثة كبيرة مع تجمع ما يزيد عن 450 ألف متر مكعب من المياه العادمة فيها محذرة من طفح البركة عند سقوط الأمطار مع غياب إمكانية تصريف مياه البركة بركة الشيخ رضوان التي كانت مخصصة لتجميع مياه الأمطار أصبحت اليوم حاضنة للمياه الآثنة بفعل الحرب وتسرب المياه العادمة إليها